اشتركوا في القناة ويسمع توقعات الكاملة وشرحها بمنازلها وبيوتها وتعمق اكثر في شرح كل برج في حلقة مطولة بتنزل بعد ساعتين معني هاي اللي بيحبوا يسمعوا المختصر والاشياء البسيطة او الاشياء اللي الها علاقة بتأثيرات القمر كبرج عادي اما انه بدي يسمع تفصيلات لكل الاحداث عاطفيا وماليا وابدو يروح يسمع الحلقة اللي بتنزل بعد ساعتين طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الثلاثاء تسعة وعشرين تسعة القمر استقر في برج الحوت رح يظل موجود فيه طبعا اليوم وبكرة يعني ما فيه اي شيء نذكره خلينا ندخل على طول في التوقعات اليومية برج الحمل طبعا بسبب تواجد القمر في برج الحوت اليوم بتشعروا بالتعب بنال منكم تفقدوا رغبتكم في انجاز مشاغلكم ضعوا سلم الاولويات للعمل الضروري واخلدوا للراحة انت في اضعف واقل ايام الشهر حض ما تراهن على الحضوض ابدا وما تحسم امر بتميل للهدوء والبعد عن الصخب اتوقع انه يكون عندك نوع من انواع الفوضى او تأخير او خسارة برج الثور ابتنشطوا بين الاصدقاء وبتجدوا تعاون منهم بوسعكم تحقيق امني بمساعدة احدهم اطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من انواع التحالف مع الزملاء او الاصدقاء او الجيران اهمش انك ما تبقى وحيد اخرج للقاء الناس برج الجوزاء بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل يوم مناسب للي بيبحث عن عمل قدم افضل ما لديك لعلك تحقق انجاز او تحرز تقدم مفاجئ في هاي الفترة ممكن تظهر متاعب عائلية او شخصية والمطلوب منك انك تكون على قدر المسئولية يعني فترة صابة برج السرطان يوم مناسب للي بيبحث عن عمل وبتنجح في امور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وبترغبوا في التفاهم مع احبائكم اهمش انك ما ترتج العمل وما تستخف بالواجبات الاضواء مصلطة عليك كون جاهز لتحمل المسئولية هاي فترة مهمة جدا برج الاسد بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة او تعويض صحتكم او صحت قريب الكم بحاجة للرعاية حاذر من اهمال نقاط ادارية او قانونية انت بحاجة لاستشارة دوي الخبرة ممكن تعالج امور مالية او ارثية او تنشغل بتخليص معاملة رسمية اهمش انك ما تتذمر برج العذراء تتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم يوم مناسب للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة هاي الفترة صعبة بتعرضك لمواجهة قانونية او عاطفية بحذرك من عدائية الجو والنفور والخلاف والتوتر حاذر من المشاكل على انواعها تعتبر من اصعب ايام الشهر برج الميزان بيبدأ العمل بالتراكم لديكم حاول انجاز ما بوسعكم دون اهمال صحتكم يوم مناسب لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من الارهاق بسبب كثرة الضغوط ما تأجل عملك ولا تضيع الوقت راعي ظروفك الصحية واطلب مساعدة الزملاء اذا دعت الحاجة فترى مهمة جدا واهتم بسلامتك الجسدية برج العقرب تجتازوا بصورة عامة يوم ايجابي بيبعث على البهج والانشراح بوسعكم ممارسة نشاط فني بدعوك للابكار لنشاطاتك وعدم التلك حضر بشكل جيد لعملك وما ترتجل ممكن تطلق مشاريع جديدة وممكن تتلقى اجابة واشارة مهمة ابتسم فالحض الى جانبك برج القوس بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية لطف الاجواء تفادي للازمات ممكن تبدل رأيك حول امر عائلي او مستجد ما بيشجعك القمر على تكرار المحاولات وبترتفع نسبة الحضوض بشكل كبير برج الجدي تكثر عندكم الاتصالات والتناقلات ويوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة بتعززوا العلاقة مع اخ او جار هاي فترة مناسبة للتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات ممكن تنجح في طرح موضوع حساس وتقدم عمل مهم بالفتة الانظار والاعجاب برج الدلو ممكن تحصل على مبلغ من المال يدخل تحسين على ميزانيتكم منكم ممكن يحصل على هدية او جائزة ابحث عن وسيلة افضل لتحسين وضعك المالي تستعيد الثقة بنفسك لكن حاذر من المبالغة بمصروفك وعطاءاتك ممكن تظهر مصاريف غير متوقعة برج الحوت تبدأ اليوم فترة ايجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود بالنفع عليكم بتعزز معنوياتك من جديد وبتتحمس لمبادرة ولا ادخال تعديلات على حياتك هاي بداية فترة حافلة بالنشاطات بتنتظرك مفاجأة او خبر صار او استعداد لورش جديدة من افضل ايام الشهر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء